تعليم ملف التعليم مستمر معنا بقاله كم يوم بدأت فعلا السنة الدراسية وبدأت معاها مشكلات كتير لكن كان موازي لهذه المشكلات هو عدد من التصريحات وعدد من الاستجابات الفورية احنا طبعا كنا بنتابع الاتنين بمنتهى الحيادية النهاردة وزارة التعليم عملت قرار اخر استجابة من نوع اخر لكن برضو خلقت عندنا علامة استفهام من نوع اخر النهاردة بعتت كتاب لكل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بتأكد فيه على مجموعة من النقاط محتواها اجراءات السلامة المختلفة استعدادا للعام الدراسي الجديد اللي بدأ فعاليا من 3 يام في 16 نقطة خلينا نقولها نختصرهم مع 10 نقطة بالتحديد بس بيتناولوا نقطة تانية لان احنا هنضيف عليهم النهاردة رجاءا لوزارة التربية والتعليم العشر نقطة دول بيتكلموا عن ازاي ممكن يكون فيه اجراءات يومية سواء كانت من جوه المدرسة او من المدريات المشرفة على المدارس او من الوزارة المشرفة على المدريات ايه هي بقى؟ موضوعات كلها متعلقة بسلامة الابنية والاشراف اليومي وتأمين دخول وخروج الطلاب انا هستعرض معاكم العشر نقطة دول علشان انتوا كمان كأولياء امور من فضلكم طبعا احنا نكلم اولياء الامور كمان والطلبة الوعيين ان هم يكونوا هم كمان جزء من تنفيذ هذه المهام ويتابعوها ولو فيه خلال يبلغوا اول حاجة كانت من ضمن النقط اللي ارسلتها النهاردة كتاب وزارة التربية والتعليم التشديد على الانتهاء من جميع اعمال الصيانة البسيطة والشاملة العاجلة بالمدارس الحاجات البسيطة يعني اعداد خطط متابعة فورية لزيارة جميع المدارس من ديوان عام الوزارة ومدريات التربية والتعليم والادارات التابعة لها على مستوى الجمهورية يعني كل المدارس هيبقى فيها الزيارات يا جماعة واتمنى ان تكون زيارات فجائية سواء بقى من الوزارة مدريات التربية والتعليم او الادارات ياريت نفتش على المدارس كده نخلي الناس تشعر بالانضباط ونبتدي نلحق المشكلات في اولها النقطة الثالثة اعادة مراجعة جميع الابنية التعليمية بما تشمله من تجهزات مدرسية فصول دراسية افنية اللي هي الحوش بتاع المدرسة اثاث معامل حجرات انشطة دورات مياه اصوار طرقات ملاعب وادوات اطفاء الحريق والى اخره يعني انا اتمنى ان الحاجات دي تكون كانت موجودة في المدارس بالاساس يعني خصوصا ادوات اطفاء الحريق دي حاجات مهمة جدا وحجرات انشطة ومعامل دي حاجات عظيمة اساس منشوفش الناس قاعدة على الارض دي حاجات هيلة جدا وبالمناسبة التجهزات المدرسية دي شيء واللي حنتكلم عنه كان سبب في حادث حصل النهاردة كان شيء تاني غلق اي مدرسة يتبين من خلال المعينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب او العاملين حلو جدا النهاردة ده بالمناسبة مرتبط بحاجة احنا تابعناها مع بعض وانا هقولكو عليها اهي النهاردة مدرية التربية والتعليم في اسكندرية قررت انها تخلي مدرسة قاسم امين الاعدادية بنات التابعة لإدارة الجمرك بسبب سقوط بعد اجزاء البودروم وتصدع المبنى طيب عظيم جدا يعني دي حاجة هيلة طيب الغلق حصل لكن هل يطرى ما كناش عارفين ان المدرسة دي حالها لا يصلح قبل ما تبتدي الدراسة بثلاثة ايام طيب اللي بعد التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية اشان ما يحصلش ازمات ومس كهربائي ومشاكل من النوع ده وضع خطة تنفيذية للمنشآت التي تحتاج لصيانة بسيطة وصيانة شاملة انا اتصور ان ده لي علاقة بالاماكن اللي ما بدأش فيها بالفعل اعمال الصيانة واتمنى انها ما تكونش بتعطل العملية التعليمية لانه حنقفل مدارس قد ايه وفصول قد ايه احنا اساسا عندنا عجز في الابنية التعليمية وفي الفصول وفي التخة اللي بيقعد عليها الولاد وكسافة في الفصول اصلا فاحنا محتاجين فصول زيادة مش نقفل تنفيذ جداول الاشراف اليومي بجدية كاملة وبصفة خاصة في فترات بداية اليوم الدراسي والفصحة وموعد انصراف الطلاب يعني المشرفين من المدارسين والهيئة التعليمية اللي موجودة داخل المدرسة كل واحد يكون في دوره لو سمحته اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع تدافعهم ياريت ما نشوفش مشكلة تاني زي اللي شفناها تكسيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالإدارات والمديريات داخل المدارس للتأكد من انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية ودي اتصور كانت هي نفسها تاني حاجة اللي هي يبقى فيه خطة دورية ان الناس تمر على المدارس وعندنا التنبيه على مسؤولي الاشراف اليومي بالمدرسة ضرورة التأكد من هوية الزائرين عدم مغادرة المدرسة الا بعد خروج جميع الطلبة ما ننساش حد جوه المدرسة وغلق الباب بعد انتهاء اليوم الدراسي دي كانت النقط واخرهم اغلاق ابواب المدارس بعد بداية اليوم الدراسي واحكام الاشراف عليها منع مندوب المبيعات والدعاية والغرباء من دخول اي مبنى من المباني انا مش عارفة ازاي كان بيتم اساسا السمح بده او مين كان بيسمح دي من الاجراءات الامان اللي داخل المدرسة الاساسية تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكيد على نظافة المدارس والتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية الخاصة بذلك اتمنى دي كلها حاجات عظيمة جدا من المفترض انها حقوق اساسية للطلبة داخل المدارس ان يكون عليهم اشراف يقعدوا في مبنى كويس نظيف امن على صحتهم وعلى حياتهم دي كلها حاجات مهمة جدا من الاجراءات اللي حصلت النهاردة بالمناسبة ان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدأهلية قررت ايقاف واحد من المدرسين بمدرسة ترانيس العرب الابتدائية في السنبل لوين السنبل لوين ده عمل ايه في المدرسة الشخص ده عشان كده توقف لمدة ثلاث شهور وتم احالته للتحقيق ده بسبب تعديه على طالبة بالضرب بسبب خطأها في الاملة ضربها لدرجة انه اصابها بنزيف في المخ بالمناسبة احنا في ثلاث تالت يوم دراسة بتدي الولاد حصة قملة فبتضرب البنت لدرجة انها تصاب بنزيف في المخ ده دي جريمة اخرى ينبغي التحقيق فيها بشكلة او باخر وزارة التدامن الاجتماعي من ناحيتها قررت انها تصرف عشرين الف جنيه اعانة عجلة لأسرة الطالبة علشان ان شاء الله تشفى وتبقى معافية وتقدر تكمل دراساتها طيب لا انا عايز اقولهلكو بقى الحادثة دي احنا بنقولها ليه دلوقتي بعد ما قلنا العشر نقط اللي قلتهم من وزارة اذا كنا حننبه على حاجات فمن اهمها العلاقة البشرية بين الطالب واستاذه لازم تكون محطوطة في اطار مطبق عارفين ان الضرب ممنوع لكن من تجرق على انه يقوم بضرب طالبة يوصلها لحالة نزيف في المخ معنى ان احنا عندنا خلل في التطبيق فياريت دي تنضاف للعشر حاجات اللي حاططوها وحيتموا مراجعتها من قبل اللجان اللي حتمر بشكل فجائي على المدارس درجاء ولادنا يعني امانة في ايديكو امانة في ايدين المدرس لحد المدير من ساعة ما بيدخلوا لحد ما بيخرجوا المهم الاجراءات دي والبنوت دي تعممت النهاردة على جميع المدارس والوزارة قالت انها هتتابع تنفيذها بكل دقة اللي احنا عايزين نقوله في النهاية ان السؤال اللي هنصرحه الاجراءات دي كان مفترض اتبعتت من زمان ما تبعتتش ليه اللي جان دي كان مفترض تمر من فترة وخصوصا لجان الابنية ما مرتش ليه واذا كانت مرت وحد كتب تقرير فيه معلومة غير صحيحة اكيد بتقول ان فيه سلامة للابنية وتسمح بدخول الابناء عن كل ما حدث من مشاكل وازمات وانهيارات شفناها لحد دلوقت نتمنى ان اي حد قصر في ما قداش دوره ورفع تقرير على الورق بس ما كانش ليه علاقة بالواقع اي مسؤول عن حاجة من الحاجات اللي حصلت دي يحاسب ويتقلن ايه هو سبب بمنتهى الشفافية وحنكون شكرين